موسيقى 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 هلا نحنا بالمرة الماضية تحدثنا عن موضوع يتعلق بخواص العضلات تمام وحكينا ان العضلات لها اربع خواص اساسية اول خاصة من الخواص هي خاصة التنبه بعدين عنا خاصة التقلص خاصة المرونة ثم خاصة المقوية تمام وحكينا بشكل تفصيلي عن هدول الخواص الاربع بعدين سألنا شوية اسئلة واليوم شاء الله رح ننتقل لهدف التاني اللي رسمته لحالي خلال هذا الدرس هدف التاني اصدقائي اني اشرح الية عمل العضلات الارادية العضلات الارادية خلونا نتذكر العضلات الارادية غالبا بتكون هيكلية يعني بتحرك الجسم غالقه وطبعا هي بتكون مخططة والشيء الاكيد انه هي ارادية كلمة ارادية اصدقائي يعني انا بساويها بمحض ارادتي انا بارادتي بتحرك بارادتي بركض بارادتي بنام بارادتي بسجل بتوضع بقوم باي حركة من الحركات الارادية لانه دماغي عم يعطي اوامر ارادية طبعا للطرف الاخر بيكون في عنا عضلات لا ارادية احنا ما لنا علاقة فيها قد ما عطيناها اوامر هي ما بترد علينا مثل ما حكينا مثل جدار الامعاء جدار الاوعية الدموية او حتى المعيدة تمام والقلب لا ارادي لكنه يمتاز بانه مخطط تمام تمام عضلات القلب وآلية عملها ان شاء الله شوفوا اصدقائي بالكتاب الفقرة شوي مخربطة انا حاولت ركز لكم فاذا بتحبوا تاخدوا لقطة شاشة لهي الفقرة بالذات مشان يتسهل عليكم الموضوع وان شاء الله من خلال الشرح احنا راح يعني نفهم شو عم يصير اصدقائي بهي الفقرة نحن عم نحكي عن شي اسمه عالية عمل الساعد عالية عمل الساعد طيب بشكل عام حركة الساعد انتو بتكون تحملوا شغلة وتنزلوها ممكن تعملوا هاي الحركة طبعا انكن تثنو ايدكن الساعد نحو العضد وترجعو نعم مثل اللي اللي عم يلعب أثقال الشباب كثير بيقوموا بهي الألعاب تمام طيب اصدقائي بالنسبة لثني الساعد الى العضد يعني هاد الساعد تمام هاد الساعد انا بدي شو اعمل فيه ثني هون نحو العضد العضد فوق والساعد هون رفعت ايدي طيب تعالوا اشرح شو صار لحتى ارتفعت ايدي لما بترتفع ايدي شو بيصير بعضلات العضد تعالوا نشوف آه للعضد اصدقائي عنده عضلتين وحدة امامية وحدة خلفية وحدة امامية وحدة خلفية الامامية عنده رأسين تمام ذات الرأسين اما الخلفية اصدقائي عنده ثلاثة رؤوس تمام ثلاثة رؤوس اذا امامية ذات رأسين وخلفية ذات ثلاثة رؤوس هيدا نتفق عليها من البداية طيب رفعت الساعد للأعلى وهيك ورفعته نحو العضد شو بيصير شوفوا تتقلص العضلة الامامية ذات الرأسين لكوا كيف تقلصت شوفوا كيف طيب انسة كيف تقلصت وهيك صارت اسمينة بقلكنا عليكم النور لما بتتقلص العضلة مثل ما حكينا المرة الماضية بخاصية التقلص لما بتتقلص العضلة بتقصر وبتسمن وبتصير آسية إذا بتذكروا تزدادوا قساوتها وقطرة بيزداد فبالتالي إذا كلمة تتقلص شوفوا شكلها كيف تصير اسمينة إذن الأعمامية تقلصت آه تمام هي مثل يعني بالمعاكس في واحدة بدا تتقلص إجباري التانية شو بدا تعمل بدا يصير في عندها انبساط طيب تتقلص العضلة الأمامية ذات الرأسين وتنبسط يفترض نحط الكنهون وتنبسط العضلة العضوضية الخلفية ذات الرؤوس الثلاثة شوفوا لي ها هي منبسطة طويلة نحيفة طويلة ونحيفة إذن الخلفية شبهة منبسطة أما الأمامية ذات الرأسين فهي متقلصة سنينة وأصيرة تمام وصلت الفكرة الأولى نعم طيب 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 أنا بدي رجع إيدي بدي رجع إيدي مثل ما قلت لكم كمان بخاصة المرونة عند العضلات شو يعني خاصة المرونة إني أنا مثلا بيوم الأيام جيت رفعت إيدي هيكلة هون ثانيتها تمام تصوروا أظلني هيكل عمري لا خاصية العضلات إني أنا بشدة تنشد برخيها تنرخم تمام طيب يلا تعالوا لنشوف حركة البسط يعني أنا أبسطة الساعد ما بدي ما بدي إثني ما بدي أرفعه لفوق لا بدي رجع إيدي مثل ما كان تعالوا لنشوف الحركة الثانية هي عودة الساعد إلى الحالة الطبيعية شو بيصير أصدقائي العكس بالعكس شوفوا شو بيصير ليكوا طلعوا لي على العضلة الأمامية لذات الرأسين شفتوا هون الرأسين تبعاتها وينهم تمام طيب كانت متقلصة هلأ حاليا شو رح يصير فيها شو رح يصير تمدد تمبسط حلو حلو تمبسط أو تمدد أحسنتم تنبسط العضلة الأمامية ذات الرأسين شوفوا أصدقائي حطت لكم ياهم شان تقارنوا بالثاني أول مرة الأمامية بتتقلص تمام بالثاني الأمامية بتتقلص بالعودة الأمامية بتنبسط حلو طيب الطرف الثاني شو رح تلكنا القصة متعاكسة إذا هي مبسطت هاي شو بتصير فيها تتقلص تتقلص حلو 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 تتقلص العضلة العضو الخلفية ذات الرؤوسي الثلاثة وهالحركة بكل العضلات الإرادية الهيكلية فيكن تقيسوا عليها تمام يعني هي مثل مثل المطاطة تمام وحدة بتشد ووحدة بترخي عضلة بتتقلص عدلة بتتمدد ما فيه تنتين يتقلصوا مع بعضهم تنتين يتقلصوا مع بعضهم فيه مشكلة تنتين تمددوا مع بعضهم فيه مشكلة تمام كيف نحنا بنتحرك سبحان الله ودائما سبحان الله قصة الأرقل تتذكروا لما جبت لكم تعليل عن لماذا يوجد نتوءات على العظام تتذكروا لأنها تسند العظام تفضلي لأنها تسند العظام مو تسند العظام فيه كلمة أدق من هيك تفضلي إسراء إسراء الأصفر أنت معنا أنت أنا بجاوب لحظة إسراء إسراء أنت معنا إسراء طيب يلا أحمد تفضل أنسي النتوءات تستند إليها العضلات والأربطات والثقوب توجد على جسم العظم تمر منها الأوعة الدموية والعصاب إلى داخل العظم رائع جدا شكرا لك فأنا السؤال كان عن موضوع النتوءات أصدقائي بكل مكان هون في نتوء هذا النتوء رب العالمين جاء له منشان أربطت العضلات تستند هون فلما استندت هون لما لما نشدت العضلة لما تقلصت العضلة يعني قصرت شو بتسحب معها بتسحب مع العظمة لأنه هي مرتبطة بالعظمة شفتوا كيف يعني هاي هاي لما بتكش ما بتكش لحالها بتكش وتسحب معها غيرها ليش لأنه ملزوقة لزقهم تهمدوا الفكرة أصدقائي دائما هي حركة موجودة بالركبة مثلا إلا إحنا في عنا عضلات الساعد عفوا عضلات الساق والفخذ عضلات الساق والفخذ نفس المبدأ بكل عضلات جسمنا هي حركات بسط امبساط وتقلص امبساط وتقلص فقط تمام إن شاء الله يكون قدري توصلكم الفكرة